أهلا بكم مشاهدينا إلى النشر الاقتصادية في جلسته الأسبوعية مجلس الوزراء يناقش زيادة وصائط النقل الجماعي ودعم المدن الصناعية ومصرف سوريا المركزي يرفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى 5 ملايين ليرة أهلا بكم من جديد ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس الآليات المطروحة لحل موضوع النقل الداخلي وزيادة وصائط النقل الجماعي وكذلك ملف إعادة هيكلة الدعم وضمان إيصاله إلى مستحقه وتلافئ الثغرات وتصويبها واستثمار جزء من الوفورات في تحسين واقع الخدمات ومنها النقل مع التأكيد على بناء قاعدة بيانات واضحة في القطاعات كافة واستعرض المجلس مراحل العمل في تنفيذ المقاسب بمنطقة الماروتا سيتي والسكن البديل في مشروع المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 إلى ذلك قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة مذكرة حول مؤشرات الأداء في المدن الصناعية وأكد المجلس الاستمرار في تقديم الدعم للمدن الصناعية بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للصناعة الوطنية ويخفف من فاتورة الاستيراد وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بالتوازي مع استمرار توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في تلك المدن هذا وناقش المجلس مشروع السك التشريعي الناظم للصيد البري بما ينسجم مع التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة مؤشرات المدن الصناعية في عدرة وحسياء والشيخ نجار حقيقة تظهر الإقبال على الاستثمار في هذه المدن والأرقام التي تحققت في هذه المدن تشكل فعلا نقطة مضيئة في الاستثمار في سوريا اليوم نتحدث عن 11 ألف مقسم تم تخصيصه للمستثمرين من هذه المقاسم 4200 مقسم قيد البناء بتزايد سنوي يصل المعدل إلى 175 مقسم سنويا يدخل إلى طور البناء وإذا ذهبنا إلى المقاسم المنتجي أو المعامل المنتجي اليوم تبلغ 2600 منشأة قيد الإنتاج حاليا عمام مصرف سوريا المركزية على المؤسسات المالية المصرفية العاملة تحديد سقف سحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطوعيين والاعتباريين بمبلغ 5 ملايين ليرة بعدما كان سابقا بمليونة ليرة سوريا ووفقا لتعميم حدد المركزي سقف السحب النقدي اليومي في الحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية وفق قرار مجلس الوزاء رقم 5 لعام 2020 وتعديلاته بمبلغ 10 ملايين ليرة بينما تبقى الموافقات الممنوحة سابقا من قبل المركزي معمولا بها وفق مضامينها ويستمر العمل بالآلية الحالية في تقديم طلبات رفع سقف السحب اليومي عن طريق المصارف العاملة ويأتي هذا التعميم وفقا لما جاء فيه ضمن إطار سياسة المركزي وتقييد الصحوبات النقدية وبهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقبية للحد من المضاربة على الليرة السورية ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين وإعطاء مرونة أكبر للمتعاملين باستقدام حساباتهم المصرفية أصدرت وزارة المالية تقريرها لبيانات البيع العقارية في جميع المحافظات السورية وذلك خلال الفترة من الثالث من أيار لعام 2021 ولغاية السابع عشر من شباط الجاري وبيّن التقرير أن عدد عقود البيع المنفذة خلال الفترة المذكورة والتي تعادل المائة وستة وسبعين يوم عمل فعلي بلغت مائتين وواحد وثلاثين ألف فاصل واحد عقد بمعدل نمو أسبوعي وصل إلى أربعة ونصف بالمائة بما بلغ المتوسط اليومي لعدد عقود البيع المنفذة في آخر أسبوع لعام 2012 عقدا وهذا لفت التقرير إلى أن عدد عقود الإيجار المنفذة خلال الفترة المذكورة بلغت مائة وثلاثة وستين فاصل خمسة ألف عقد بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.9% فيما وصل الوسطي اليومي لعدد عقود الإيجار المنفذة في آخر أسبوع إلى تسعمائة وثمانية واربعين عقدا حيث جاءت دمشق في صدارة المحافظات السورية من حيث عدد عقود الإيجار المنفذة بنسبة وصلت إلى 37% في دمشق تشهد الأسواق ركودا واضحا بفعل الارتفاع المتواصل في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي طال أثره جميع أطراف العملية التجارية من باع ومشترين يشترون بالحبة والحبتين هكذا عبر الباعة عن مستوى ركود السوق الواضح للعين الغريرة إقبال ضعيف تفسره حقيقة أنه خلال الفترة التي رافقت استقرار سعر الصرف في العام الماضي لم يتسنى لرواد الفعاليات التجارية ملاكا وقاصدين ملاحظة أي تغير يبعث التفاؤل في منحنى الأسعار المتصاعد إقبال ضعيف يعالى ما محا مصاري الله يفرج مو ديك الحركة الزايدة اللي متعودين عليها إنه الشعب ينزل يتسوى يعني مو ديك الحركة الطبيعية اللي متعودين عليها كبياعين نحن يعني اليوم عم يجي زبون كمان عم يأخذ حبة بندورة حبتين بندورة بطيئة كثيرة ما في بيع أسعار كلها غالية حسب دخل المواطن أسعار كلها غالية ما في قدرة شرائية على الخالص عند المواطن ما في قدرة شرائية عمي بضاعة يعني أكتر شيء يكلف فيها إنه أجور طرقات عم تتبع العالم تراجع اقتصادي حمل الأسر عبءا معيشيا والزمها تفريغ قوائمها من سرعة كانت فيما مضى من الأساسيات والله استغنينا عن اللحمة استغنينا عن الجاش صبنا نشتري شيء الضروري الضروري لحمة خضرة فواكي ما بدناها ما عم بجيبها عم بجيب الأساسي هو ما فيتي والله بشتري الفروج مثل العسابين مثل مثل الخضرة مثل البطاطا يعني كل أشياء لتهاي مرتفعة سعر بلاقي يعني كيبه مثل خبازي مثل السلق هاي يعني نوعاً سعرها مقبولة هنا يعني إذا بدي عيش لوحد بالمليون للمليون نصب الرياح هي أقل شي يعني هالأيام هذي الإجراءات الحكومية خلال الفترة المنصرمة نجحت في خفض الطلب على القطع الصعب ورفض الخزينة بموارد إضافية لكنها لم تفلح في تحسين البيئة الاستثمارية أو التخفيف عن الفعاليات الاقتصادية في المحصلة وهو من عكس سلباً في وفرة البضائع وفي قدرة المواطنين على تأمينها بأثمانها الجديدة تبدأ المؤسسة السورية للتجارة واعتباراً من يوم ثلاثاء صرف ثمن محصول الحمضيات للمزارعين المسوقين محصولهم من خلالها وذلك في مركز الفرز التابع لها خلف محطة وقود الجامع بمدينة اللاذقية وبيّن مدير فرع المؤسسة المهندس سامي هليل أن صرف ثمن المحصول سيكون وفق موعد محددة سيتم الإعلان عنها مسبقاً وفق موعد تسليم المحصول للمؤسسة وأكد هليل أنه يمكن لأي مزارع يشعر بالغوم التقدم بالاعتراض في مبنى فرع المؤسسة السورية للتجارة الكائن في شارع ميسلون وسيتم التدقيق باعتراضهم مباشرة ووفقاً للمهندس هليل بلغت قيمة الحمضيات المسوقة من المؤسسة السورية للتجارة حتى تاريخه نحو مليار ونصف المليار ليرة سورية أكد المهندس خالد هلال المدير العام للمؤسسة العامة للمباقر بأن عقد الاستثمار موقع ما بين المؤسسة والجانب الإيراني لاستثمار مبقرة زاهد بمحافظة ترطوس هو جزء من اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقع عام 2015 واستكمالاً للعقد الموقع بين الحكومتين عام 2017 وبين هلال بأن مدة العقد 25 سنة وتبلغ قيمة بدل الاستثمار السنوية 200 ألف دولار يتم تعديله كل ثلاث سنوات وقد بلغت الطاقة الاستيعابية النظرية للمبقرة 700 رأس أبقار حلوب و1050 رأس قطيع نام وغنم وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية التابعة للمبقرة 2755 دونومان منها 2255 دونومان قابلة للزراعة و250 دونومان غير مستثمرة وعن واقع المبقرة عام 2016 قبل طرحها للاستثمار بيّن هلال أنه بسبب المعوقات التي واجهت العمل تراجع عدد القطيع الكلي إلى 293 رأساً وبلغ الإنتاج الكلي من الحليب 558 طن و35 طن من اللحم وبلغت المساحة المزروعة 2035 دونومان شاهدين أخبار الاقتصاد انتهت وعوداء إلى وفضاء شكراً يا تيكلاً شكراً